اشتركوا في القناة وتقديراً للمجهود نتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة وكتابة تعليق أسفل الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم المعيار الذي يقوم المعلم بإعطاء الدرجات عليه هو أهمية الموضوع وارتباطه بالمنهج درجتين صحة ودقة المادة العلمية درجتين التسلسل المنطقي للموضوع وترتيب الأفكار درجتين فهم الطالب للموضوع وقدرته على التعبير عن رأيه درجتين الإشارة إلى المرجع الذي اعتمد عليه الطالب في كتابة التقرير درجتين وكل التقرير عليه عشر درجات عنوان التقرير الغلاف الحيوي مكوناته هو المشكلات التي يعيني منها الموضوع تعيش الكائنات الحية جميعها في وسط الغلاف الحيوي وهو ذلك المكان أو الحيز الذي فيه كل مقومات الحياة التي تتوفر من أجل العيش فيه وهو ذلك المكان الذي يحدث فيه جميع التغيرات الكيميائية والفسيائية الأساسية التي تحدث فيه الكرة الأرضية حيث تتمكن جميع الكائنات الحية من التكاثر نظراً لتوفير كل الظروف المناسبة لعملية التكاثر الغلاف الحيوي هو عبارة عن الحيز الذي يوجد به حياة حيث يمتد ذلك من أعلى نقطة توجد بها حياة في الغلاف الجوي إلى أعمق نقطة موجودة بها الحياة في المحيطات وهي عبارة عن المساحة الكبيرة أو النظام البيئي الكبير الذي يوجد فيها كافة الكائنات الحية سواء حيوان أو إنسان أو نبات بالإضافة إلى المكونات الغير حية والمحيط الحيوي هو ذلك النظام الذي يكون في دوران مستمر وطاقة شمسية وهذا يؤدي إلى تكاثر وتجديد الخلايا والجزيئات المختلفة مكونات الغلاف الحيوي يتكون الغلاف الحيوي من الكائنات الحية والكائنات الغير حية الكائنات الحية بتشكل مجموع الكائنات الحية بدءا من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا ما نعرفه باسم الكائنات الحية النباتات النباتات تشكل الغضاء النباتي الرئيسي على سطح الأرض وتشكل جزءا كبيرا من الكائنات الحية في المسطحات المائية تشمل هذه النباتات العوالق النباتية تعتبر النباتات كائنات حية ذاتية التغذية حيث تنتج مواد عضوية من مواد غير عضوية في البيئة باستخدام الضوء كمصدر للطاقة تعد النباتات أساسا لاستدامة الحياة البشرية على سطح الأرض وفي المناطق التي لا تنم فيها النباتات بيتم تقليل وإنعدام وجودها الحيوانات تتكون الحيوانات من مجموعة متنوعة من الإسفنج والرخويات إلى الحشرات والفقاريات وعلى الرغم من أن المساحة التي تعيش فيها الحيوانات في المحيط الحاوي أكبر من المساحة التي يغطيها النبات فإنها لا تزال محدودة وبعض الأنواع الحيوانية تعيش في أعماق المياه الكائنات الغير حية تضم البيئة الحيوية الكائنات الحية والغلاف الجوي والمحيطات والقشة الأرضية المشكلات التي يعاني منها الغلاف الحيوي الرعي الجائر والذي يؤدي إلى استنزاف أعشاب المراعي بشكل كبير الأمر الذي يؤدي إلى تعرض تربة المراعي للتعرية والتصحر التبدل النباتي من خلال تحويل الغابات إلى حشائش وتحويل هذه الحشائش إلى نباتات غير مستساغة ومن ثم إلى صحاري النمو الحضاري الذي يعمل على استنزاف العديد من الموارد الطبيعية التلوث بكافة أشكاله سواء كان تلوث هوائي أو تلوث مائي غياب التخطيط العمراني الأمر الذي أدى إلى التوسع الأعشوائي على حساب الغابات والمراعي تدمير مناطق صيد الأسماك زيادة الهرمونات الطبيعية مما يؤدي إلى زيادة السمية كما تعمل البراكين والزلازل والفيضانات على تطهور الغلاف الحيوي رأي الطالب أو ماذا استفدت من التقرير استفدت كثيرا من خلال كتابتي لهذا التقرير حيث تعرفت أكثر على الغلاف الحيوي وما يحيط به وكذلك المشكلات التي يعيني منها ومحاولة تفاديها لنعيش بسلام وأخيرا المراجع نكتب اسم الكتاب أو الموقع الذي أخذت منه المعلومات وبهذا نكون قد انتهينا من كتابة التقرير ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة وكتابة تعليق أسفل الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة